بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في هذا الفيديو المصور من أجل شرح درس جديد من دروس مادة التربية الإسلامية للمستوى الثاني إعدادي درسنا لهذه الحصة سنخصصه لمدخل التزكية مجال القرآن الكريم عنوان الدرس الشطر الثاني من صورة الحجرات قبل أن نبدأ في مدارسة هذا الدرس وشرح هذا المقطع القرآني لا بد أن نذكر بما درسناه في الشطر الأول من هذه الصورة فقد تعرفنا في ذلك الشطر على آداب التعامل مع رسول صلى الله عليه وسلم ثم تعرفنا في كذلك على الكيفية التي يجب على الشخص أن يتعامل بها مع الأخبار في نقلها وفي نشرها في هذه الصورة أو في هذا الشطر الجديد سندرس مجموعة من المسائل من بينها أولا التدرب على القراءة النموذجية للشطر القرآني ثم أن يدرك المتعلم كيفية التعامل مع النزاعات والخصامات التي تقع بين المؤمنين ثم أن يتعرف المتعلم على السلوكيات المؤدية إلى ذاك التخاصم وذاك النزاع الحاصل أو الذي سيحصل بين الإخوة المؤمنين أول شيء نبدأ به هو قراءة الشطر الثاني من صورة الحجرات حتى نتدرب على قراءته ونتدرب على تلك القواعد التجويدية التي درسناها سابقا قاعدة المد الطبيعي ثم قاعدة المد المتصري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتنوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا إن الله يحب المقصطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بلا القاب بيس الاسم الفسوق بعد ليما ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم بعد قراءتنا لهذا الشطر القرآني أرجو أن توقفوا هذا الفيديو ثم تحاولون أن تتدربوا على الكراءة النموذجية لهذا المقطع القرآني ننتقل الآن إلى شرح بعض المفردات والعبارات التي تحتاج إلى شرح أول كلمة نشرحها ويكلمة وإن طائفتان والمقصود بالطائفة بمعنى الجماعة بمعنى وإن جماعتين سواء قل أفرادهما أو كثرة نقصد بالطائفة هو عذد كثير من النس مثلاً ثلاثة أشخاص فما فوق الكلمة الثانية فإن بغت بمعنى فإن اعتدت وتعدت إحداهما على الأخرى بعد الصلح الكلمة التي تريها هي كلمة حتى تفيئة تفيئة نقصد بها حتى ترجع وتعود إلى الحق والصواب الكلمة الأخرى التي تحتاج إلى شرح في هذا المقطع يقول تعالى وأقصطوا ومعنى هذه الكلمة العدل بين النس وأقصطوا بمعنى وعدلوا بينهما بمعنى بين الطائفتين أو الجماعتين المقتلتين الكلمة الأخرى كلمة لا يصخر وهي كلمة معروفة تعني الاستهزاء والاحتقار وكلمة ولا تلمز واللمز المقصود به هو العيب بمعنى أن يعيب الشخص شخصاً آخر ويتحدث عنه بأمور تعيبه إما في خلقته أو في خلقه الكلمة الأخيرة ولا تنابز بالألقاب التنابز بالألقاب هو منادات الشخص أحداً من الناس بإسم لا يحبه أو بلقاب لا يحبه مثلاً شخص ينادي على فلان بإسم قد لقبوه به وهذا الإسم أو هذا اللقب لا يحبه ذاك اللقب نسميه التنابز ننتقل الآن للمعاني الجزئية للآيات نبدأ بالآية 9 قال تعالى وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا الله عز وجل في هذه الآية يؤكد ويدعو الناس إلى ضرورة الصلح بين الطائفتان المتقاتلتين وبين الجماعتين المتقاتلتين فإن بغت إحداهما على الأخرى بمعنى إن اعتدت إحدى هاته الطوائف على الأخرى بعد أن قمنا بينهما بالصلح فإننا نساعد ونتعاون مع التي تريد الصلح على التي لا تريد الصلح لذلك الله عز وجل قال فإن بغت إحداهما فإن اعتدت إحدى هاته الطوائف على الأخرى بعد أن قمنا بالصلح بينهما فإننا نتعاون مع الأولى فنقاتل تلك الثانية التي نقضت الصلح ولا تريد الصلح نقاتلها حتى تعود إلى الحق وإلى الصواب لذلك قلنا في كلمة حتى تفيأ إلى أمر الله بمعنى حتى ترجع وتعود تلك الطائفة التي رفضت الصلح إلى الحق والصواب فإن عادت إلى صوابها وإلى رشدها فإننا نحكم بين هاتين الطوائف أو بين هاتين الطائفتين بالعدل وبالحق كما قال الله عز وجل وأقصط إن الله يحب المقصدين إذن خلاصة آهاته الآية يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بالإصلاح بين المتخاصمين أو المتخاصمين من المؤمنين بالعدل والمساواة ومقاتلة الفئة التي ترفض الصلح حتى تعود وترجع إلى الحق والصواب ننتقل الآن إلى الآية العاشرة قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون إذا لاحظتم هذه الآية قد درسناها في درس حق الغير الأخوة الإيمانية إنما المؤمنون إخوة إقرار من الله تعالى بأن الشيء الذي يربط بين المؤمنين هو وحدة الإيمان ووحدة الدين والمحبة في الله تعالى فلما جمعنا الإيمان وجمعنا الإسلام فإن الله تعالى جعل بيننا رابطة الأخو الأخوة وبالتالي إذا كان المؤمن أخاً للمؤمن والمسلم أخاً للمسلم يتوجب علينا ماذا؟ أن نصلح بين الأخوين أن نسعى إلى الإصلاح بين المتخاصمين والمتنازعين من المؤمنين لأن هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى التراحم وإلى التعاون وإلى حصول التقوى فمن الشخص الذي يتحلى بالتقوى هو الذي يسعى إلى إصلاح ذات البين بين المؤمنين المتقاتلين خلاصة لهذه الآية تأكيده تعالى على ضرورة الصلح بين المؤمنين وبيانه أن الرابط التي تربط بينهم مبنية على أساس وحدة الدين والمحبة في الله تعالى ننتقل الآن إلى الآية الأخيرة الآية 11 الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا يصخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيراً منهم هنا الله عز وجل لما علمنا الكيفية التي يجب أن يتعامل بها الشخص مع الطوائف المؤمنة التي تتقاتل فيما بينها انتقل الله عز وجل إلى بيان الأشياء التي تؤدي إلى النزاع وتؤدي إلى الخصام وهي تلك السلوكيات القبيحة التي يكتسبها الناس فيتعاملوا بها مع بعضهم البعض من بين هذه السلوكيات قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يصخر قوم بمعنى السلوك القبيح الذي يؤدي إلى التنازعنا هو السخرية والمقصود بالسخرية هو الاستهزاء واحتقار الشخص فأنت لما تستهزئ بالشخص وتحتقره مرة أولى مرة ثانية مرة ثالثة فإن هذا يولد في قلبه ماذا؟ البغض والضغينة ويولد فيه العنف ثم السلوك الآخر وهو اللمز وهو أن يعيب الشخص شخصا آخر ثم السلوك الآخر هو التنابز بالألقاب أن ينادي الشخص على شخص آخر بلقاب وبإسم لا يحبه كالفاسق والكافر لذلك الله عز وجل قال بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان الشخص المؤمن لا يجوز لك أن تنعته بالفاسق إذا كان مؤمنا أو أن تنعته بالكافر أو أن تنعته بلقب آخر قد لقبه به مثلا أصحابه أو أهل قبيلته أو أهل قريته إلى غير ذلك وبالتالي فإن الله عز وجل في هذه الآية يبين حقيقة الأشياء التي تؤدي إلى التنازع والخصام وهي بعض السلوكيات التي يكتسبها بعضنا من بينها السخرية والاحتقار من بينها المنادات بالألقاب التي لا يحبها الناس وكذلك أن العيب أو أن يعيب الشخص شخصا آخر ومن لم يتوف أولئك هم الظالمون الأشخاص الذين يتحلون بهذه السلوكيات القبيحة يجب عليهم الرجوع إلى الله وطلب السماح والعفو من الأشخاص الذين ظلموهم بسبب هذه السلوكيات ويرجعوا إلى الله عز وجل ويتوب إليه خلاصة هذه الآية ينهى الله عز وجل المؤمنين عن السلوكيات التي تؤدي إلى التنازع والتخاص فيما بينهم كالسخرية والاحتقار ونعتي الناس بأقبح الأسماء والألقاب كالفاسق والكافر بعد أن تعرفنا على المعاني الجزئية للآيات ننتقل إلى الدروس والعبر المستفادة من هذا الشطر أول درس وعبرة ضرورة التعاون على تأديب الفئة المعتدية والرافدة للصلح علينا جميعا أن نتعاون من أجل أن نعيد تلك الطائفة إلى رشدها وإلى الحق وإلى الصواب ثم تحريم السخرية واللمز والتنابز بين المسلمين الله عز وجل لما نهانا عن هذه السلوكيات فإنه قد حرم هذه الأشياء فلا يجب على المسلم أن يقتربها وأن يقترفها آخر درس وعبرة وجوب المبادرة إلى الإصلاح بين المؤمنين كلما حصل بينهم نزاع وخصام قلنا الشخص المتقد الله عز وجل يجب عليه أن يسعى بالصلح بين الناس فإن رأيت شخصين يقتتلان ويتخاصمان ويتنازعان فالواجب علي أن أدخل بينهما بالصلح القيم المستفادة من هذا الشطر القيمة المستفادة من الآية 9 هي قيمة التسامح والتعاون ثم القيمة المستفادة من الآية 10 قيمة المحبة ثم القيمة المستفادة من الآية 11 قيمة الإحترام يجب علينا أن نتحلى بالتسامح والتعاون يجب أن نتحلى بالمحبة لأن الله عز وجل قد جعل المسلمين والمؤمنين إخوة يربطهم الدين وتربطهم المحبة في الله تعالى ثم يجب علينا أن نحترم الآخرين فلا نستهزئ منهم ولا نحتقرهم ولا ندعوهم بأسماء وبألقاب لا يحبونها بعد أن أنهينا الضرس ننتقل إلى آخر شيء وهو التقويم الإجمالي سنقوم بتمرين بسيط ويالواجب عليكم أن تجيبوا عن هذا التمرين في دفاطر التمرين لاحظ الصورة وأجب عما يلي حدد نوع السلوك الموجود في الصورة ثم استدل بآية تحرم وتمنع هذا السلوك ثم الصورة الثانية ما القيمة التي يجب أن تتحلى بها حتى تحقق السلوك الموجود في الصورة شكرا على انتباهكم لتلقي استفساراتكم المرجوة التواصل معي على صفحة الفيسبوك شكرا مجددا وإلى اللقاء